هنروح للمصارعة مصارعيننا الحقيقة اللي طبعاً دايماً بنحط عليهم أمال كبيرة هم ورفع الأسقال كمان المصارعة تحصد 9 مدليات بألعاب البحر المتوسط رقم كبير من المدليات حقاتها المصارعة هنقول لحضراتكم المدليات جات 2 1 ذهب و2 فضة و6 برونز عمر الرضا حقق المدالية الذهبية في المصارعة الحرة الوزن تحت 74 كيلو جرام وحقق زميله يحيى حافظ المدالية الفضية في المصارعة الحرة بردو في ميزان تحت 65 كيلو جرام أما المدالية الفضية التالية فكانت من نصيب عبداللطيف منيع واللي حققها في ميزان وزن فوق 130 كيلو جرام أما باقي المداليات البرونز فكانت من نصيب شايماء عطف في منافسة المصارعة النسائية في وزن تحت 53 كيلو جرام وجهت زميلتها العالمية سمر حمزة وحقق Milan في وزن تحت 76 كيلو جرام وحقق يوسف حميدة برونزية المصارعة الحرة في منافسات تحت وزن 125 كيلو جرام وحقق هيثم فاهم برونزية المسارعة الرومانية في وزن 60 كيلو جرام وجاب عمر عبد الرحمن المدالية البرونزية في المسارعة الرومانية في وزن تحت 67 كيلو أما آخر مدالية فكاية عن طريق نور الدين حسن واللي حققها في منافسات وزن تحت 87 كيلو جرام ألف مليون مبروك لطبعا أبطالنا أبطال المسارعة وننتظر المزيد والمزيد من المداليات تسع مداليات يمكن هم أكبر بأثة أو أكبر رياضة حقاقة مجموعة من المداليات وهي المسارعة ونطبعا نعمة سعيد رفع الأسقال سطعت في إنجاز تاريخ أيضا أنها تحصد على مداليتين دهب إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لأبطالنا